باقتراح من رئيس الحكومة بايمي باتاكيالبير وقع يوم أمس فخامة عيسي جمهورية هيدريت ديبيتنو على مرسوم رئاسي رقم 23-53 نص على تعديل وزاري في الحكومة الشادية حول هذا التعديل فقد عدنا زميل محمد أثمان بشيرة تقرر تالي إن التشكيلة الوزارية لحكومة بايمي باتاكيالبير ليلة الخامس والعشرون من ديسمبر 2017 هي حكومة تكنقرات أو حكومة كفاءات كما يسميها مراقبون التشكيلة الوزارية للسيد البير هذه المرة قد تم تقليصها إلى 24 وزيرا من أصل 37 وزيرا كانوا في الحكومة السابقة 18 وزيرا غادروا الحكومة هذه المرة 9 وزراء جدد التحقوا بالحكومة الحالية آدم يونسمي وكما كان متوقعا يحتفظ هذه المرة بمنصبه في البنية التحتية والنقل كما أضيف عليه وزارة طيران المدني بعد مغادرة حوى الصيل في ظروف استثنائية يوسف أبا صلاح وزير المناجم يبقى في منصبه ويضاف له حقيبة التجارة الصناعة بعد مغادرة محمد حامد كوع بشار عيسى جدل يحتفظ هو الآخر أيضا بحقيبة الدفاع الصمام أمان الدولة محمد اللهو طاهر يغادر وزارة البريد ويشرف هذه المرة على وزارة الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي مادلينة لينجيت تبقى في منصبها وزيرة للإعلام وتشرف أيضا على وزارة البريد هذه المرة أبد الله سابر فضل يغادر الأمان العام للحكومة ويلتحق هذه المرة بالمالية خلفا لكريستيان جورج وبنات تشالي سو الذين قد تم عزلهما قبل أيام لأسباب إدارية التربية والتعليم يتمسك بها قويا أحمد غزال محمد أصيل على غرار نظريه في ثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف ومحمد صالح حرون في الثقافة والسياحة الذي أضيف له أيضا الشباب والرياضة بشير مادل يتمسك بوزارة النفط والطاقة السيد جامر سليك يتمسك بحقيبته في الزراعة كما تمسك أيضا نظيره في حقيبة التدريب المهني آدم دانغاين كورجيت سينيابي برناباس يغادر أمانة الدولة في التخطيط ويشرف هذه المرة على وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن كما احتفظ الصديق عبد الكريم حقار بحقيبته في المياه والنظافة وأضيفت عليه البيئة والصيد بعد مغادرة الدكتور أحمد تنبلو كاد إليزابيت تغادر هذه المرة وزارة المرأة وتخلف الدكتور حواء أثمان جامع في أمانة الدولة في الخارجية أبرز الوزراء الذين التحقوا بحكومة الرابع والعشرونة ديسمبر الجاري الدبلوماسي القوي وسفير شاد لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي شريف محمد زين خلفا لحسين إبراهيم طه في حقيبة الخارجية ومن بين الوزراء الجدد التسع الذين التحقوا بالتشكيل الوزارية الجديدة أيضا وزير العدل حامل أختام المكلف بحقوق الإنسان جمع عربي خلفا للبروفيسور أحمد محمد حسن حقيبة إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي تسلمها هذه المرة عبد الكريم أحمد بخيد خلفا لأحمد محمد باشر وباشر علي سليمان الإقتصاد والتخطيط التنموي أكلت لعيسى دوبرغي هذه المرة خلفا لنغيتو ترينايان باي بينما وزارة الصحة العامة فقط أسندت هذه المرة لعزيز محمد صالح خلفا لسيدة انقربتنا كارميل سوكات التعليم العالي البحث والابتكار يتسلمها الدكتور بيوم مالو أدريين رجل بامين المناضل خلفا للبروفيسور مكاي حسن تيسو وحسين مسار حسين حقيبة المرأة الأسرة والتضامن الوطني تشرف عليها هذه المرة السيدة أمينة كوجيانا خلفا لكاد إليزابيت الأمانة العامة للحكومة أسندت هذه المرة لسيدة أسيا أبو خلفا لعبد الله الصبر فضل بينما أمانة الدولة في التربية الوطنية تسند هذه المرة لسيدة انقسي فاليسيتي خلفا لبنيون فيربالين حكومة سيدة البير شهدت أيضا إلغاء كافة مناصف أمانات الدولة ما عدا أمانات دولة بكل من وزارة التربية والخارجية إن هذه التشكيلة الوزارية الجديدة وعلى حسب مراقبون تتماشى مع متطلبات المنظمات الدولية المانحة التي تدعم سياسات التقشف كحل لمعالجة مشكلات الأزمة الاقتصادية والمالية وأيضا تتماشى مع سياسات الحكومة الرامي إلى ضرورة الحد من الإنفاق العام من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إدريس جبيتنو على أكمل وجه ومسؤولية اشتركوا في القناة